طبعا بدنا نمر على عشان نلخص الكلام اللي احنا حكيناه سابقا ايه الابجكتورينتت زي ما حكينا الطريقة القديمة اللي كنا نتعامل معها هي وكنا نجسم البرنامج او نجسم الى اجزاء صغيرة وكنا نكتب عشان نعمل للتاسكس اللي موجودة عنا ايه لكن حاليا بدنا نتعلم لكلاسز والابجكتس عشان ننشئ اكتر او نتعامل مع البرامج الكبيرة اللي في تيمز كتيرة بتشتغل عليها واللي بتحتاج وتعديلات مستقبلية هيو بيحكي لك الكلاس طبعا الكلام اللي موجود في السلايدز هدا مهم بدك تقرأه كويس عشان المصطلحات الانجليش اللي موجودة فيه اه مهمة جدا بالنسبة لك زي ما بيحكي لك هيو الكلاس ديسكرايبز اوبجكتس اللي هم نفس السلوك طبعا ولكن ببيانات مختلفة طبعا احنا امثلة على موضوع الابجكتس اللي هي السترينج اوبجكت فيه امثلة على الميثودز اللي بداخله الكاركتر اتو اللينكث هنا بيجي يا جماعة الخير مفهوم الانكابسوليش انه انت ما بتعرفش شو موجود جواه كل حاجة من هدول يعني انت بس اليك الابجك انترفيز تبعها او الايكلية العامة تبعتها انه مثلا انت بتعرف انه اللينكث بترجع رقم وبتستقبلش اشي واسمها ما بيعنيك شو موجود جواهتها فهو هنا بيجد بيعمل لك مقدمة هيكلية الكلاس زي ما حكينا انه بدي يكون فيه اللي هي اللي هي اللي هي الميثودز تمام لبرايفيت داتا كل ابجكت هاز اتس اون برايفيت داتا ذات اذر ابجكتس كانت تايركت لأكسز حكينا انه الداتا بدنا نعملها عشان باقي الابجكتس وباقي الكلاسز ما يقدروا يعملوا اكسز لهي الداتا وبنعمل الميثودز بتاعت البابليك انترفيس بابليك عشان يكون فيها لها اكسز على البرايفيت داتا يعني فكرة الميثودز انه هي بابليك جوا الكلاس فهي جوا الكلاس بتقدر تصل لبرايفيت لانه البرايفيت مسموح بس جوا الكلاس وبره الكلاس بقدروا يستخدموها فهي زي حلقة وصل او انترفيس ما بين خارج الكلاس وما بين داخل الكلاس هذا مبدأ طيب جميل اه زي ما حكينا مش اشي مهم كتير بتمروا عليه لوحدكو لانه هو بس تمرين بسيطة مراجعة اه مش اشي كبير جدا هنا بيحكي لك مثلا اه لو بدك تفكر فيه ففيه جواته بس هاي بتكون اكيد وما بتقدر تصلها غير من خلال طبعا اه عملنا مع بعضنا وزي ما شفنا الكلام هذا في اه عملنا برمجيا مع بعضنا تمام حددنا وحددنا وعملنا كيف نعمل طبعا هو هنا بيشرح لنا كيف نعمل الوبجيكت بيكون ونفس وهنا بيكون او اللي احنا بنسميه او المؤشر طيب بستخدمه عشان عشان اعمل او بناء تمام طبعا مثال احنا شرحناه بالتفصيل الممل اعتقد الفيديو بيغني عن كل الكلام اللي موجود هنا كذلك الجزئية هاي الفيديو كتير بيغني عنها مش لازم انك اتمر عليها زي ما حكينا كل مثل قبل ما بدي اعمل الميثودس بحدد اول حاجة شو مهمة هاي الميثود شو بدها تاخد شو بدها ترجع شو اسمها بحدد تفاصيلها بعدين ببدأ اشتغل عليها وبكتب كودها وبحدد تبعها عشان يتكون مستخدمة اه بترتيب او اللي بدي استخدمها يعرف كيف يتعامل معها انه rebفت مش رقطي اعمل الميثودس معناتو انه زي ما حكينا هادي الميثود فستدعى باسم الكلاص هفصلنا الكلامreto الانستطيك الانستانس الكلام الainenستس ميثودس تستدعى باسم الابجيكت ولكن الستاتيك ميثودس تستدعى باسم زي ما شفنا هنا طبعا هاي الابجيكت طبعا هاي الميثود فاستدعىها باسم الاكسسور назывchemutator مثودز اللي هي السيترز والجيترز فالاكسسور مثودز هي عبارة عن تمام اللي انت بتجيب بس بيانات من الابجيكت بدون ما تبعد شيء والسيترز مثودز انت بتبعد بيانات للأوبجيكت من غير ما ترجى شيء فاللي الملاحظ انه الاكسسور هي الميثود اللي بترجع ما بتاخد والميوتياتور مثودي بتاخد ما بترجعه تمام ممكن تعمل مثودز خاصة تدمج بين التنتين عادي جدا ترجع وتاخد حقك هاي امثلة تتبع انك تتبع الكود لوحدك طبعا اللي احنا شرحناه بالفيديوز السابقة شامل لكل شيء موجود عندك في السلايدس وفي الكتاب الجافة دوك اللي احنا تعملنا فيه قبل هيك الكومينس زي ما حكينا بنعيده بنكرر هو هنا بيشرح على كلاس الكاش ريجستر مش كتير مهم انك تركز فيه ممكن تعمله لحالك ما فيش مشكلة لكن المثال اللي انا شرحت تقول لك بيغني وبزيادة عما هو موجود في السلايد زي ما حكينا بحدد التاسك تبع كل ميثود قبل ما اعملها والميثود والداتا اللي بديو يستخدمها عشان اعرف هل هي ميثود ولا نانستاتيك هل هي ميثود ممتاز ممتاز هنا ساعة ولكن الداتا مختلفة التوقيت مختلف تبع كل واحد فيهم زي ما ورجتك في الرسمة انه هذا مؤشرة للأوبجيكت الأول هذا مؤشرة للأوبجيكت التاني يعني هاي القيم خاصة بكل أوبجيكت لوحده بحدده حالة الابجيكت كل او كل داتا في الابجيكت بتحدد حالة الابجيكت ما بنفعش توصل لمتغير هذا ما بنفعش او ما بنفعش تستخدمه بدك تستخدمه من خلال مبدأ الانكابسوليشن بيحكي لك هاي ميثود يا عزيزي تفضل اللي عمل اللي كلاس ادها لك جالك استخدمه عشان توصل للفاريبل كل الكلام هادة بتمر عليه لوحدك مش معنيين فيه احنا اللي شرحناه شامل كل شيء هادا حكينا عنه كيف نعمل ونحدد شو بتاخده شو بترجع فصلنا الكلام هادة في مراجعة في اول فيديو عفوا هنا في ملاحظة يا جماعة الخير هاي مثلا استدعاء هو هنا بيسمي المؤشر تبع الابجيكت بيسميه implicit parameter فالابجيكت او المؤشر تبع الابجيكت اللي بيكون مخزن فيه الابجيكت هادة بسميه implicit parameter اما الارجومنت اللي انا ببعتها من برة الابجيكت اللي مش متعلقة بالابجيكت بسميها explicit parameter ممتاز خليك بس اعرفهم كمسميات يعني الابجيكت نفسه implicit parameter اما اللي برسله من برة الخارجي explicit parameter كمسميات كويس انك تكون عارفهم طبعا هذا كله كود تتبع لكود كويس انك تمر عليها وحدك وحدة وحدة وتشوف التفاصيل اللي موجودة جواته لكن احنا اه اللي نشرح معنا في الفيديوهات السابقة شامل كل شيء موجود في الكتاب البك جافا وحتى سلايد 43 اللي احنا وجفنا عنده رح نبدأ المرة القادمة ان شاء الله في موضوع constructors ونحكي بالتفصيل اكتر عن اشياء اضافية ممتعة ايضا في موضوع استخدام الابجيكت وبدي اذكر دائما وابدا بدك تتخيل حالك انه مش لحالك شغال على المشروع في فريق شغال معك فبدك تحرص انه كودك يكون مرتب كودك يكون بينك وبين المبرمجين التانين